سلمة موضونا لليوم بيهم كتير من الناس اللي عم يتابعونا مواقع التواصل الاجتماعي بعالمه وعلاقاته الاجتماعية والافتراضية باتت جزء من واقعنا فما مضى كان عالما خارج عن الضوابط القانونية الاجتماعية والأخلاقية في أحيان كثيرة لكن اليوم باتت تحت عنوان عين قانون الجريمة الكترونية أكيد نور كل حدا فينا ممكن يكون معرض لاختراق حسابه الشخصي من مجهول أو نشر صورة ما لتصبح مثار للتنمر أو حسابات وهمية تقتحم وطلبات صداقة وصفحات شخصية ما هي الضوابط القانونية لها؟ ما هي العقوبات الرادعة؟ المعلومات أكيد معضة يفتنا بالستوديو المحامية الأستاذة لما الجمال يسعد صباحك أهلا وسهلا فيك يسعد صباحك شكرا إليك قانون السوري الجريمة الإلكترونية اليوم قال مرسوم رقم 17 لعام 2012 صدر لينزم أحكام التواصل الاجتماعي عبر الشبكي ومكافحة جريمة المعلوماتية حدد بالتعريفات الموجودة بالباب التمهيدي فيه جريمة المعلوماتية هي أي جريمة يتم ارتكابها بوسائل اسمه عبر يعني أو بالأجهزة الإلكترونية وعبر المنظومة المعلوماتية أو تقع على المنظومة المعلوماتية أو الشبكي أستاذ لما يعني أنواع الجرائم الإلكترونية طبعا لهذا التعريف متعددة متنوعة خلينا نتعرف من حضرتك اليوم شو هي أنواع الجرائم المعلوماتية سنحكي اليوم أنه نحن في نوعين أساسيات وفقا للتعريف الهجاب والقانون السوري فيه جريمة هي بس يكون فيها الجهاز الإلكتروني أو الشبكة هي أداة لوقوعها فاليوم هي جريمة موجودة بالأصل على أرض الواقع مصنفة ومحددة بالقوانين السابقة مثلا لما نحكي عن التهديد أو نحكي عن الزم القدح هذه جرائم موجودة بقانون العقوبات السوري ولكن الشبكة صارت وسيلة لأنها توقع عن طريق هذه الشبكة أو عن طريق الأجهزة الإلكترونية نجي إلى جرائم هي إلى علاقة بوجود المنظومة المعلوماتية فلما نحكي عن اختراق موقع الإلكتروني فلولا وجود الشبكة المعلوماتية ما كان أصلا في وجود لهذا النوع من الجرائم فهنا نوعين جرائم إعادية موجودة بالأصل صار تم استخدام الشبكة أو الأجهزة الإلكترونية لتقاع هي الجريمة أو هي جريمة واقعة على المنظومة الإلكترونية أو الشبكة طيب خلينا نحكي معك استاذة عن حالة يمكن عم نشهد كثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالفترات الأخيرة بشكل كثير نوعا ما مؤلم للشخص عم شوف التنمر إذا فينا نسميه بالعامية في شخص بيكون يمكن ناشر صورة لإله بتلاقي بقى بتبلش الناس تتعلق بطريقة كثير في عدم أخلافية طريقة جارحة في عالم تتوصل كمان لمسبات وألفاظ نابية بطريقة كثير مؤزية نفسيا لهذا الشخص خلينا نحكي عن هاي الحالات أنا كيف فيني صنفة ضمن الجريمة الإلكترونية كيف فيني أتعامل معه يعني رغم وجود قانون الجريمة الإلكترونية للأسف بعد هاي الحالات موجودة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبكثرة خلينا نقول اليوم التنمر أصلا كحالة هي غير مذكورة بالقانون السوري بإسمها ككلمة تنمر هو المصطلح الجديد لهذا كيف فيني نصنفها فاليوم نحن لما بندور بقانون العقوبات السوري بننطلع نشوف جرائم الذن والقدح اليوم جريمة الذن هي نسبة أي أمر إلى إنسان حتى لو على سبيل الاستفهام أو الشك من الأمور التي تنال من شرفه أو كرامته ففكرة أنه مثلا إذا بدنا نحكي شفت فلانكين كيف جمع مصرياته أو أنت عندك معلومة أنه هذا الزلم كيف جمع مصرياته هي فكرة ذن ما فينا اليوم أن نكون بمحل أن ما نعتبره بهذا الموضوع نجل جرائم القدح هي اللي تحديدا بتبقى تحديدا الفكرة اللي حضرتك حكيت يا عنا القدح اليوم أي سباب أي شتيمة أي عبارة أي إشارة أي رسمي بتهدف إلى التحقير أو تحمل معنا التحقير الإهانات بنفس المحلة بتجي تحت باب القدح اليوم الزلم والقدح هي جريمتين لا يشترط فيهما ذكر اسم المتضرر شخصيا لحتى أنه هذا هي جريمة ذم أو قدح هذول الجريمتين ممكن بكل بساطة مدام الجمهور قادر على تحديد من هو المقصود بهذه العبارات يتحركوا كجريمة ذم أو جريمة قدح تمام؟ بس اليوم هذول الجريمتين لحتى يتحرك الإدعاء فيهم لازم يكون في شكوى للمتضرر القانون الجريمة المعلوماتية أو مكافحة الجريمة المعلوماتية والتواصل عبر الشبكة قال أنه وسائل التواصل الاجتماعي أو الشبكة هي من وسائل العلانية فاليوم الجريمة بتصير عقوبتها غير لأنه هي مرتكبة بشكل علني حكما مدام هي مرتكبة عبر الشبكة الإلكترونية نعم أستاذة لما كمان يعني اليوم خلينا ندخل بتفصيل أكتر واللي هو متى تعتبر مثلا هي الجملة هي جريمة اليوم في أشخاص كتير بيقول أنه أنا هي صفحتي الشخصية على الفيسبوك أنا حر شو بدي أكتب فيها هاي حرية شخصية ما بيصير حدا يقيدني ليش أنا ما بيصير أبدي رأي بشأن عام ليش أنا ما بيصير أحكي هاي الجملة هون بدنا نعرف متى تعتبر خليني أقول منشور معين يدخل ضمن الجريمة المعلوماتية ومتى يعتبر عادي هون حرية شخصية أحاقلك اليوم نحن بمحل المحلات الحريات هي شي مصام بالقانون بالدستور السوري فما فينا اليوم حرية التعبير تكون مقيدة هذا شيء أكيد بس أنا لما بيكون عم بيحمل بعبارات تحقير وذم لأشخاص ونسب شيء بمشرفون كرامتون هون ما عدد القصة حرية أو عم بيحكي عن شأن عام بطريقة خاطئة كمان اليوم حتى لما هي العقوبة تشدد لما بتكون عما تمث بأمن الدولة وحمايتها اليوم أي شخص بضحف من الشعور القامي والوطني بغض النظر عن كون عم يعبر عن رأيه إذا عم يكون بهذا الموضوع عم يكون في إضعاف للشعور القامي أنت اليوم عم ترتكب جريمة واردة فاليوم ما فيني أقول أنا حريتي شخصية تسمح لي أتعدى على أني أقذي أحد أو أقذي دولتي بمحل من المحلات لأنه أنا عم عبر عن رأي بعبر عن رأي بمخاصمة الفكرة وليس بتحقيرها وليس بالسباب وليس بطريقة حتى تضف ضوابط أخلاقية هي ضوابط اللي بتميز الكلام بتميز طريقته بتميز أنا أنا شوق اتجاهي وهي نفسه زاته طوابط بتميز حريت التعبير عن الذن والقدح وهذا المفهوم الصحيح أساساً لأنا أبدي رأيي لأنه حريتي أنا بتوقف عن حريتي الآخر هون المفهوم المغلوط عند كثير من الناس يعني مثل ما قلتي يمكن هلا بكثير من الناس عم يسمعون بيقولوا هذا الحكي مش صح لهذا الحكي الصحيح لما أنا بدي أنتقد ليكون نقضي بناء بدي أنتقد بطريقة أخلاقية مهنية إن كان أداء دولي إن كان أداء حكومي حتى إن كان أداء مهني أو إعلامي لأي شخص لهيك في ضوابط قانونية للحد أساساً من هاي الجرائم لهيك عم قلت لك أنا بالبداية أنه ما عم نشوفها مفاعلة لأنه ما عم نهي الثقافة الواسعة خلقيني نتقل لشق تاني ما حضرتك هو مثلاً اختراق فينا نقول الحساب الشخصي أو فينا نقول عنه الهاكرز يعني نشوفه بشكل كتير كبير والسنوات الأخيرة يعني فيه استهداف لشخصيات في استهداف لأعلاميين عم يتم هون اختراق الحساب الليلون خلق نحن اليوم المواد بوجودة أنا اللي بحب حافظه عند أي حدا أنا اليوم أصلاً لا جريمة إلا بدون نص لا جريمة ولا عقوبة بدون نص قانوني فاليوم علم الإنسان بالجريمة هو ركن أساسي لحتى يقدر شو يعني يقدر يا يعرف حاله أنه عم يرتكب جريمة ويقول أوكي أنا ارتكبتها أو أنه لا أنا ما كنت أعرفها فس أنت عندك إلزام بأنك بيعلم بقوانين بلدا طيب اليوم هي الجرائم موجودة بقانون العقوبات موجودة لأنه بقانون المرسوم التشريعي رقم 17 للـ 2012 تحديداً عن اختراق المواقع الإلكترونية أو استخدام موقع دون علم صاحبه هذول جرائم جزائية اليوم أنا في أقول لك أنه هذول عقوبتهم حبس وغرامة أو أحد منهما حسب السلطة التقديرية القاضية وحسب طريق طبيعة الجريمة بس اليوم عم نحكي عن حبس لمدد فعلاً فعالة عم نحكي عن غرامات عم توصل لخمسة مليون تقريباً بصلاً ومعاقبتها لتكون حالة ردع لأنه لهلأ فيه مثل ما قلنا بأكتر من حالي عم نشوفه فيه استثناءات وفيه تجاوز حدود وفيه تنمر بطريقة كثير سيئة هي المشكلة أنه اليوم نحنا المضرور لازم يحرك الشكوى تحريك الشكوى هو اللي ما حدا عم يقدرين تلوه لحلأ نوعاً ما أي تمام هو يعني أنه اليوم لازم يكون عندي وعي أنه أي شيء لازم أنا أزل حرك فيه شكوى اليوم التحريك الشكوى بنيعب العمل بسيط جداً وهو يدري بيعمل تحويله لفرع الجريمة المعلوماتية فنحنا لازم نساعد بس يمكن فيها تضيف لنا سلمة أنه هي تحريك الشكوى ضمن برنامجة فيه حالات كانت موجودة حركة الشكوى بس ما كان فيه تفاعل ضد يعني تفاعل فينا نقول إيجابي أو تفاعل قانوني مع هذه القضية هو الفكرة بأنه تحريك الشكوى اليوم دائماً بحاجة هي لمدعي قضية الجريمة المعلوماتية بحاجة لطرف آخر مدعي علماً أنه في عنا كتير من الجرائم المعلوماتية ترتكب حالياً من دون ما نكون إحنا بحاجة لطرف آخر يحركها وخصوصاً أنه عم نشوف يعني صفحات كتير ما رح أحكي بشكل شخصي هو شخص عم بيقوم بفعل الزم أو القضح عم يكون في عنا صفحات واضحة وحتى الآن ما عم نشوف فيه محاسبة إلى هذا الشي بيضعف شعور الإنسان بأنه يتقدم لشكوى اليوم أنا لما بحكي عن الشأن العادي اليومي لما بشوف فيه عقوبة مثلاً من التموين لمحل فأنا بشجع المواطن أنه يشتكي نفس الشي نحنا بدنا هذا الشي بجرائم المعلوماتية اليوم بدنا تشجيع بدنا نشوف فعلاً محاسبة إلى بعض الصفحات وخصوصاً بهاي الفترة فترة غلاء الأسعار اللي نحنا عم نعيش فيها في كتير ناس عم تستغل هاي الأزمات وتعمل خليني أقول جرائم بحق المواطن السوري بحق الدولة السورية برجع بك أنا كلامك مية بالمية بغفقه بس الفكرة أنه نحنا ما فينا نتجاوز فكرة شكوى المتضرر لأنه اليوم حتى هم المتنمرين ذاتهم حيقلوا لك أنه اليوم الحكومة عم تختار مما بده وتحاسبه وتعاقبه لأنه بالآخر اليوم إذا بنا نحكي عن سمولية اليوم قد ما كان الواحد قادر يتابع كل الصفحات ما بيقدر يكون ملاحقة كله وقادر ده وبدا كله بس هل يعقل أنه أنا بترك لهي الصفحة الحرية أنه تشهر بفلان وعلان واللي بتعمل ولي بتدياله أنه لم يكن في هناك شكوى ضد هاي الصفحة ما هون بالأخير أنا هذا مجتمع يعني أنا مسؤولة أو جزء عنه فلازم حاول حرك شي تجاهه حتى اليوم بالجرائم العادية اليوم إذا أنا اليوم موقف حدا عمل ذم وقدح بسارع عمل مجلس كامل إذا أنا ما رحت شكيت ما بيقدر يحرك النيابة العامة بحق اللي عمل هذا الجريمة أيها 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 برجع بقليك اليوم هاي موازنة مشان ما نحط نحنا الأمن الداخلي أو الأمن الجنائي بمحل أن هو اللي عم يحرك دعاوة تدقى أشخاصة معينة أو مستقصد حدا معين لازم نحنا نتحمل هاي المسؤولية وهي واجب اليوم نحن كمان بمدعي للوطني كمواطنين بعيد زولة هذا واجب بندعي نحن اليوم الأشخاص اللي بيقدروا واللي بيلاقوا صفحات هي عم تعمل هذا الشيء وهي تبلغ ومواقع وزارة الداخلية حتى على الفيسبوك هي دائما جاهزة لتتقبل طبعا كل الشكاوى وموجودة على صفحة أرقام يعني كمان نحن بندعو الأشخاص أو حتى صفحاتنا الإعلامية هي موجودة بيقدروا يبعطوا لنا الشكاوى وبنفس الوقت ندعي فرع مكافحة الجريمة المعلوماتي أنه يكون هيك كمان شوى يفعل أكثر المرور لأنه كمان القانون جديد اليوم وتطبيقه جديد فكمان بدنا نكون هو قانون جديد ومهم جدا يعني اليوم لما أنا أحفظ حريتك كشخص بيغض النظر عن مكانتك وعملك هاي شي جدا مهم ضمن القانون السوري لهيك حريت ممكن مثل ما قالت ببداية حديثنا أنا بتوقف حريت يعني تحريتك فيجب عدم أساسا تعدي حريت الآخر نتشكرك أكيد على وجدك معنا الحديث بهذا الموضوع وخصوصا بهذا القانون ممتع رح نحكي عنه أكثر بحلقات قاضية إيش الله أكيد شكرا لك أستاذة لما شكرا لكل المعلومات